اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هرد على سؤال بيجي لكتير ايه هي التحليل او الفحوصات اللي عملها عشان اتأكد ان انا ما عنديش سرطان لقدر الله الحقيقة ان اجابة السؤال ده ما تنفحش مفيش حاجة اسمها تحليل ايه او فحص ايه اللي عمله عشان اتأكد ان انا ما عنديش سرطان لان كل نوع من انواع السرطانات بيبقى ليه فحوصات مختلفة فيه سرطانات بتبان في تحليل الدم فيه سرطانات لازم اخد عينة من الجسم وحللها تحت الميكروسكوب فيه سرطانات اخرى بتحتاج منظار فيه سرطانات بتحتاج اشعة او تصوير وهكذا مفيش تحليل معين او حتى عدة تحليل بتكلفة قليلة اقدر اقولك عليها فنعرف هل فيه عندك اي سرطان او لا ماينفعش الموضوع ممكن يكون مكلف جدا 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 وبدون اي داعي ممكن نعمل تصوير للجسم كله وجميع التحليل وجميع المناظير وفي الاخر ما نوصلش الحاجة مفيش كده خالص لكن انت لو عايز تطمن على نفسك اقولك تطمن على نفسك ازاي لو فيه عندك تاريخ مرضي في العيلة ان حد من اقربك خصوصا في سنه صغير جاله سرطانات من نوع معين ده تروح للدكتور وتبلغه بالكلام ده وهو يعمل لك سكرينينج لهذا النوع من انواع السرطان يعني لقدر الله حد من قريبك مات بسلا بسرطان القولون في سنه صغير في الحالة دي بقى الدكتور هو اللي هيكشف عليك اولا ويشوف الاعراض اللي موجودة وبعد كده ممكن يطلب لك بقى منظار او ممكن يطلب لك تحليل على حسب ما يشك بقى طيب لو ما فيش تاريخ مرضي في العيلة يبقى لو فيه اعراض الدكتور شك من خلالها انه ممكن لقدر الله يكون فيه سرطان فبرضه في الوقت ده الدكتور هو اللي هيطلب الفحوصات المعينة لنوع السرطان اللي هو شك فيه وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة اعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم